ما هي ملخص هذه الإحداثيات لليوم هذه التطورات بعد هذه الفيديوهات التي نشرها حزب الله؟ مساء الخير وفا كان نهارا حافلا أيضا بالعمليات العسكرية التي قامت بها المقاومة الإسلامية باتجاه المواقع الإسرائيلية والتي توزعت بين القطاع الشرقي والغربي وأيضا القطاع الغربي عفوا الأوسط دعيني ربما أجول بسرعة على المواقع التي استهدفت موقع بياض بليدة موقع لمطل موقع رأس النقورة البحر موقع جل العلام وثكانت برامنيت خمس مواقع تم استهدافها مباشرة من قبل المقاومة الإسلامية تحت طبعا رقابة الطائرات الإسرائيلية طائرات الاستطلاع والطائرات التي تقوم بقصف المقاومين الذين تشتبه بأنهم سيقومون بعمليات عسكرية ولكن اليوم كان يفرق عن الأمس بأننا شاهدنا إسقاط طائرة مسيرة بالأمس ما أدى إلى الحد من حركة الطائرات المسيرة بينما اعتمد العدو على طائراته الحربية بشكل أكبر طبعا لا أقول بأنها غابت ولكن تم الحد كثيرا من حركتها العدو قام بشن غارات في ساعات الليل استهدف الوادي بين منطقة ياطر وزبدين وأيضا أطراف بلدات طائر حرفة رامية والضهيرة وكان لافت أيضا الغارة التي شنت على قرية برعشيت لسيما بأن المنطقة تعتبر من مناطق الداخل وهذه أول مرة يتم القصف فيها وربما تكون هذه الغارة لها تداعيات بما سيحدث في التطورات العسكرية في الجنوب لا بد من الذكر أيضا بأن وزير الزراع اللبناني كان قد تحدث عن الاعتداءات الإسرائيلية بالقنابل الحارقة والتي شاهدنا اليوم طوال ساعات النهار وحيث أعلن أن العدو الإسرائيلي أحرق أكثر من 40 ألف شجرة زيتون معمرة هذه هي مجمل الأحداث لا تزال الأمور في جنوب لبنان مضبوطة ضمن قواعد اشتباك محددة ربما توسعت إطار القصف والقصف المتبادل في الأيام الماضية في الأيام الماضية شاهدنا قصفا لنهارية من لبنان اليوم شاهدنا قصفا إسرائيليا يستهدف أطراف بلدات في الداخل ولكن يبقى هذا الأمر محدودا ضمن إطار جغرافي محدد طبعا كل ذلك لا يعني بأن الأمور متوقفة عند هذا الحد لسيما بأننا نشهد تطورا وتسارعا في الأحداث قد تؤدي إلى انتهاء مرحلة من مراحل المعركة في الجنوب ودخول في معركة ثانية وكل ذلك طبعا رهنا بما سيقول الأمير عام لحزب الله يوم الجمعة المقبل شكرا جزيلا لك الزميل علي مرتضى مراسل ميدين كنت معنا من جنوب لبنان